مسار مدني بانت ملامحه في ليبيا بعد التورة بانتخاب أجسام تعنى بتقديم خدمات المواطنين في المدن والمناطق تحت مسمى المجالس البلدية غير أن مجلس النواب وأدى هذه الأجسام في المنطقة الشرقية من البلاد بتعيين حاكم عسكري للمنطقة الممتدة بين درنة وبن جواد في يونيو من العام الماضي قام بعدها هذا الحاكم بعزل عمداء بلديات منتخبين وتكليف عسكريين تابعين لميليشيات الكرامة بدلا منهم إزاء هذا سرعان ما تنادت مجالس بلدية منتخبة في المنطقة الغربية والجنوبية وشكلت رابطة من مهامها التنصيق مع وزارة الحكم المحلي لتفعيل قانون الإدارة المحلية ورفض هيمنة الميليشيات على البلدية لا أسباب أفصح عنها الحاكم العسكري وراء الإنقلاب على العمداء المنتخبين باستثناء الوضع الأمني غير المستقر بالمنطقة الشرقية في حين اعتبر مراقبون عزل العمداء تعديا على المسار الديمقراطي ومدنية الدولة إخضاع المنطقة الشرقية لرقابة ميليشيات الكرامة لا يخرج عن كونه دعما لمشروع خليفة حفتر والجهات الداعمة له للسيطارة على المنطقة والضرب بأصوات المواطنين الذين انتخبوا المجالس البلدية عرض الحائط وهو ما يضع مدنية الدولة أمام خيارات مصيرية